أهلا بحراجكم مرة تانية طبعا جمهور الأهلي عايز يتطمن على الفريق بشكل أو بآخر بخصوص المرحلة الحالية وإزاي النادي بيجاهز نفسه لمستقبل الفريق الأول لكرة القدم تحديدا والأمور هتمشي إزاي خلال الفترة اللي جاية لكن لازم جمهور الأهلي يتطمن بشكل كبير جدا 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 لأن الاجتماعات مستمرة داخل النادي الأهلي ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة الكابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التقطيط للكرة داخل النادي اللي بتتمثل في الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف بعض الأحيان بيوجود الكابتن سيد عبدالحفيز فبالتالي اجتماعات مستمرة بشكل دوري وبشكل متتالي وبشكل مكسف جدا جدا يعني الاستقرار بشكل نهائي على كل الأمور اللي بتتعلق بالفريق في الموسم الجديد سواء صفاقات إعارات حتعود بعض الراحلين الكلام من ده يعني كله بيتم ترتيبه دلوقتي فالناس تطمن وإن شاء الله بإذن القادم حيكون أفضل وتفقلوا بشكل كبير جدا تفقلوا بشكل كبير جدا والكابتن محمود الخطيب بنفسه الكابتن محمود الخطيب بنفسه مهتم كل الاهتمام بالفترة الحالية هتقول ليه هو مش مهتم قبل كده لا كان مهتم طبعا بس كان فيه بعض الاختصاصات المعينة كلام من ده الأمور اللي حراركم عارفينها يعني دون التطرق لها لكن في نفس الوقت الرجل في الحقيقة ما بينها مش كبتن محمود الخطيب إن شاء الله تمنى له كل التوفيق هو وكل المسؤولين داخل النادي الأهلي في هذه المرحلة صعبة جدا والهمة والحساسة بالنسبة لمستقبل فريق القرى داخل النادي الأهلي فإن شاء الله الأهلي يكون موفق وإذن الله بإذن الله الأمور هتكون إجابية جدا طيب الناس تقول ليه إمتى نسمع قرارات مهمة بتخص الفريق النادي كان أعلى من خلال موقعه الرسمي إن شاء الله مع نهاية آخر مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم نحن عندنا النهاردة طلع على الجيش بعد كان عندك سيراميكا يوم الثلاثة ساعة أربعة ونص بعد المطش ده مباشرة سأبقى في نفس اليوم تاني يوم حيبقى فيه قرارات حيتم الإعلان عنها من قبل النادي الأهلي تبقى للي تم يعني الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للنادي خلينا نسيب الناس تشتغل خلينا نسيب الناس تشتغل والناس دي كلنا ثقة فيهم ليه؟ لسبب بسيط جدا إن هم عندهم رصيد كبير قوي قوي جوا النادي الناس على مدار الفترة اللي فاتت كلها جابين بطولات قد كده يعني مساهمين يعني ما فيش حد بيجي بطولات لوحدهم ممساهمين بشكل أو باخر في الألقاب الكبيرة جدا اللي اتحققت خلال المرحلة الماضية طبيعي قوي إن يحصل دروب طبيعي قوي إن يبقى المستوى يقل شوية طبيعي قوي يكون في بعض الأخطاء والسلبيات ده طبيعي جدا هي دي الدنيا ما فيش حد كل قراراته صحة أو كل خطواته صحة دايماً هتاخد خطوات إجابية وممكن خطوة أو اتنين تبقى سلبية ترجع تعدل تاخد خطوات إجابية تاني أكتر وأسرع وأفضل كتير جدا جدا فالسقة موجودة فيهم نسيبهم يشتغلوا وبرضو وجسال هنا الجمهور النادي الأهلي لأن أنتوا في فترة دي بالتحديد وده طبيعي أنا بشوف إن ده طبيعي حتى تسمعوا حدد كبير قوي من الاجتهادات سبق بخصوص صفقات بخصوص مش عارف الجاسب يعني بخصوص إيه بخصوص إيه بخصوص إيه ما بلاش نركز في حتة الاجتهادات دي بأي طريقة من الطرق يعني ننتظر وأي حاجة رسمي حيالن عنها النادي بشكل مؤكد ويطامن جمهور بس بشكل مبدأي أنا بقول حراركم اتطمنوا كواحد من المتابعين للنادي الأهلي وواحد ممكن أكون بشكل أبخر مطلع على بعض الأمور المهمة اللي من خلالها بحاول أتطمن الجمهور والله مش أكتر فإن شاء الله بإذن الله اللي جاي حيكون أفضل بكتيش جدا جدا للنادي الأهلي ده بخصوص الاجتماعات الحالية وكل التحضيرات للموسم الجديد لأن بالمناسبة المرحلة دي هي كلها مرحلة تحضير للموسم الجديد بيتم تقيم بعض اللاعبين سواء بقى الشباب بعض اللاعبين انت ممكن تكون محتاجة من بره فتاخد خطوات مثلا التعاقد معهم كل الملفات دي دلوقتي بيتم يعني إيه الاستقرار عليها بشكل نهائي هتقول لي يعني هم قبل كيما كانوا استقرروا على حاجة لا كانوا قطع أشواط كبير بس مش كل حاجة خلصت كلها هيخلص قريب إن شاء الله في الإطار الإيجابي أو في طريق الإيجابي بنسبة للنادي الأهلي طيب خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الأخبار نتكلم في بعض الأمور المهمة جدا اللي موجودة على النادي الأهلي على السوشيال ميديا نروح لفاصل لنرجع